خليني إليك بس هي لما بدأت تعرض للتنمر بدأت يكون الـ content اللي نحنا عم نعمله إنه يعني مفتوح للتنمر هو الـ content اللي هي بتعمله content كتير محترم كتير خرج يعني ولد ومنه يعني ما اختلفنا بس اللي بيتنمروا ما بيكون عنده نوعي كافة يمكن يتنمروا على وزن على طول على حركة على موضيل شعر على حيالة شيء لأ أنا اللي بعملو بالحياة الطبيعية فيا متكون على الـ social media فيا متكون على الـ social media بس بالمدرسة كنت معروفة أو مالنك معروفة بدأت يتنمروا بس نحن هون بالواجهة أكتر يعني ما تقنعوني إنه بالواجهة أكتر أنا اللي بعلمي إنه نحنا بالحياة في ناس رح تحبنا وفي ناس رح تحبنا يعني وهيضا شيء بالحياة العامة كمان يعني مش كل العالم رح تحبنا ولا كل العالم رح تكون معرفة يعني أنا عم جرب دايماً كنا محمد الشيطان لا احكي كل شي بفكروا في العالم وكل شي يعني بيغتر ببالي وممكن حدا كمان يسأله يعني كمان من بين هون القصص بيقولوا عنك انك وصولة خليني يقول كيف يعني؟ يعني مثلا اوقات بتستفيد من شغلات مثلا لتعمل ترند مثل البنت بالشارع البنت بالشارع تخبرك خبرية البنت بالشارع البنت بالشارع لو اهلا لو اهلا زكاية مظبوط انا معابة احكي بهاو الامور بس قدرت اعملهم اشياء كانت ممكن تغيرتهم حياتهم كلهم بالعائلة لانه البنت انا ساعدتهم كتير انا هيدا ترند ومثلي مثل غيري بس انا وصلت وكملت بس انت هدفك انك تعمل ترند يعني انت تتغلت هالوضع مش عامل ترند مش عامل ترند انا عملت ترند اللي ماشي بس بعدين بطل ترند بعدين كل العالم بتعرف انا وين ما روحش تيرى تياب انا دهارة انا مامسور عائلتها بس ما ستة حدة ستة عم بخدن وين مكان عم بيتهم فيون هي العالم ما بتشوفها لا لانه خلص لانه دجاء انت قلت ترند انعملت ترند انعملت انا ريتا عم تستفيد انا تدريها عم تستفيد اذا بقلك انا مام استفيد انا بكون كذاب انا مام بستفيد وين مصارئ ابدا مام بستفيد بس أنا شهرة عم بستفيد وأنا شهرتي بقلبها شغل بالتحب الشهرة أكيد طبيعي مين ما بحب الشهرة وأنا حمد الله من مبتدئين بالتيك توك من أول ناس من أول ناس عندي ستة أكاونت أنا ستة أكاونت طيرين كل واحد عاملوا لبزنس يعني أنا وقاعد على الكرسي بعمل مصارب بس أنه يعني هو قمتين فضيلك يعني نحنا إذا من لا لا أحكي ضميري يعني لأ عنده أولوية نحنا بس أول عنده شغل أنا حسيت من ستايله أولوية وشغله بس أنتو جزء من شغله كمان أنتو عائلته أكيد بحب عائلته يعني هيدا موضوع آخر بس عم نحكي كتايمين لا كتايمين أصلا هو هيدا التوقيت يعني هو للشغل للشغل وقت العائلة للعائلة يعني وهيدا شيء أنا بسابعة بكون ببيتي بيجي بقعد سبعة على العشر على احداش برجع بظهر على احداش يعني هلأ شو عم بتقلد جميلة بهالس ساعات لا لا أنا بطر من هاربجي بتغدى معهم الصبح بقوم بقعد معهم لالعشر يعني بقوم من الساعة تسعة على الالعشر مين أعطيني الرجال بقعد بالبيت ما حضن تستشيروا بعضكم بالفيديوهات ولا خلص هو أنا بكل شيء يعني أنا بأخذ رأيه قبل لا أنا بحل كل شيء بالمصاري بلك كمان بيقول بحلة بالمصاري لا هول هي بتجري لعندي لأنه تفهم تفهم أنه أنا بعرف مثلا أنا أيام أنا مستفزة شوية بفيديوهاتي مش معناته أنا بالحياة مستفزة أنا غير شخصية كل أيام بالحياة بس السوشيال ميديا باللي أنا بشتغله إذا ما بتكوني مستفزة ما بتوصله هيك برأيه أنا هيك برأيه